فنانة كبيرة بيعتبرها البعض الرمز للالتزام وتعرضت لأزامات كتير في حياتها بسبب جرءة قراءها وعلى مستوى حياتها الشخصية فعاشت مأساة كبيرة مع جوزها الأول اللي حرمها من أولادها ودخلت معاه في مشاكل قضائية تعال أقولك تفاصيل كل أزامات أثار الحكيم اللي تسببت في اعتزالها في الفيديو ده اتولدت أثار الحكيم يوم 18 يونيو سنة 1958 وتخرجت من كلية الأداب جمعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية بعد تخرجها اشتغلت في العلاقات العامة في أحد الفنادق وشافها الفنان سامير غانم وهو اللي اكتشف موهبتها وأخذها للمنتج رياض العريان وأعجب بموهبتها جدا وعمل معاها عقد احتكار لمدة خمس سنين وإدها دور البطولة في مسلسل بلا عتاب سنة 1976 مع الفنان يوسف شعبين وبعدها انطلقت في مجال الفن اتجوزت أثار الحكيم مرتين في حياتها وكانت أول جوازة من رجل من خارج الوسط الفني اسمه محمود مجدي جوتت وده كان سنة 1987 رزقت منه بتلت أولاد عمر وعلي وعبد الرحمن لكنها تفجأت سنة 99 بعد عشر سنين جواز إن جوزها طلقها غيابي بدون أي أسباب ولا مقدمات ومكتفاش بكده وبس لكنه كمان حرامها من ولادها التلاتة بعد ما قدر ياخد حضنتهم وحرامها إنها تشوفهم رفعت أثار قضية عليه واتحكم لها بحضانة أولادها بعد فترة كبيرة في المحاكم وده بعد ما قال أولادها في المحكمة إنهم عايزين يعيشوا معها هي خاصة بعد ما أبوهم اتجوز واحدة تانية وبالرغم إن أثار الحكيم تولت مصاريف أولادها لكن زوجها السابق استمر في مضيقتها وهددها بإنه هينقل الأولاد من المدرسة الدولية اللي كانوا بيدرسوا فيها لمدرسة أقل في المستوى فقدم محامي أثار بلاغ اتهم في زوجها السابق بإنه بيتعرض لها دايما وبيهدد الأولاد إنه هينقلهم لمستوى تعليمي أقل وده بيؤثر على نفسيتهم بشكل سلبي وإن أثار الحكيم هي اللي بتدفع مصاريف أولادها في المدرسة الدولية وإن طالقها مش متضرر من استمرار أولاده في المدرسة دي وفعلاً مقدرش أبوهم إنه ينفز تهديده اتجوزت أثار الحكيم مرة تانية سنة 2006 من الإعلاني ياسر خليل وكان أولادها بيحبوه جداً وعاشوا مع بعض حياة سعيدة لكن أبو أولادها لما عرف بجوازها طالب بحضانة أولاده وفعلاً قدر ياخدهم تاني ونقلهم لمدرسة أقل في المستوى زي ما كان عايز بالرغم إن أثار عرضت عليه إنها تستمر في دفع مصاريف المدرسة لكنه أصر على موقفه ونقلهم وبسبب كل ده الأولاد نفسيتهم تعبد جداً وبلغت إدارة المدرسة أثار إن أولادها نفسيتهم سيئة وكانت النتيجة إن واحد فيهم رصب وخرج الاتنين التانيين بملاحة فرفعت أثار دعوة تطلبوا بعودة أولادها لمدرساتهم الأديمة وفعلاً اتحكم لصالحها ورجعوا الأولاد للمدرسة الأديمة طول الفترة دي كانت أثار ممنوعة من رؤية أولادها ولا حتى في المناسبات أو في المدرسة واشترط أبو الأولاد إنها تدفع مصاريف مدرسهم وحكمت المحكمة في النهاية إنهم يتقسموا المصاريف كمان اتحكم لها في النهاية إنها تتقاسم حضانة أولادها مع زوجها السابق أزمات أثار الحكيم ما اقتصرتش على حياتها الشخصية لكنها كمان اتعرضت لأزمات كتير في حياتها الفنية كان أبرزها أزمتها مع الفنان رامز جلال بعد ما صور حلقة لها في برنامج المقالب رامز إرش البحر الحلقة دي ديقت أثار الحكيم جدا ورفعت قضية على رامز جلال بسببها واتهمته بالتحرش بيها وسخر رامز جلال من اتهام أثار الحكيم ليه وقال يعني بالعقل كده واحد كان معاه هايفة ومتحرش بيها هيتحرش بأثار الحكيم وبسبب أزمتها مع رامز دخلت أثار الحكيم في أزمة تانية مع الإعلامية هالة سرحان واللي هجمتها وأكدت إن أثار الحكيم اتفقت مع رامز من البداية على تصوير الحلقة وأخدت أجر كبير عنها فازاي بعد كده ترفع عضية عليه هجوم هالة سرحان استفز أثار جدا وده اللي خليها تتهم هالة بإنها اتحرشت بيها أربع مرات في برنامج هقان الأوان عن طريق اغتيابها خلال دفاعها عن برنامج رامز إرش البحر وإنها ما بطلتش تهاجمها غير لما اتصلت برجل الأعمال حسن راتب صاحب قنوات المحور واللي أمر هالة بالتوقف عن مهاجمتها كمان اتعرضت أثار الحكيم لأزمة تانية مع المخرجة إناس الدجيدي الأزمة دي بقى بدأت لما أثار الحكيم هجمت إناس الدجيدي واتهمتها بإنها بتقدم مشاهد ساخنة لا تتناسب مع شهر رمضان بسبب معاناتها من الكب فردت إناس الدجيدي عليها واتهمتها بإنها بتدعي الفضيلة وقالت لا أعتقد إن الفنانة أثار الحكيم لديها التزام حقيقي ربما يكون الدعاء بالفضيلة وهي اشتغلت في ملها ليلي والمفروض إنها تلبس طرحة وتقعد على كنبة وتعيط وتقدم مسلسل بالطريقة دي ودخلت أثار الحكيم في أزمة تانية مع الرقصة دينا أثناء تصوير مسلسل فرسكا وده بسبب رفض أثار الحكيم للملابس اللي ارتدتها دينا في المسلسل واللي وصفتها بإنها ملابس ساخنة واتجددت الأزمة تاني سنة 2014 لما هجمت أثار الحكيم برنامج الرقصة اللي كانت دينا بتشارك في لجنة تحكيمه وقالت إن دينا كانت سبب من أسباب اعتزالها للفن بسبب ملابسها الساخنة كمان دخلت أثار الحكيم في أزمة مع الفنانة هيفا وهبي وده بعد ما هجمت أثار هيفاء بسبب فيلم حلاوة روح وكانت من اللجنة اللي قررت منع عرض الفيلم وقالت إن اللبنانيات هما سبب العري لكنها رجعت واعتذرت للشعب اللبناني وأكدت إنها لا يمكن تهين الشعب اللبناني وبعد كل الأزمات دي قررت أثار الحكيم الاعتزال والابتعاد عن الوسط الفني تماما والتفرغ للعبادة وده كان من أكتر من عشر سنين وقتها قالت إنها ما عندهاش أي نية إنها ترجع تاني للوسط الفني